تصنيف الأعمال التجارية المشرع المغربي في مدونة التجارة تحدث لنا عن الأنشطة التجارية التي يمكن تقسمها إلى الأصناف التالية هناك أنشطة تجارية بطبيعتها وهناك أنشطة تجارية تبعية وهناك أنشطة تجارية مختلطة وهناك أنشطة تجارية شكلية أولاً الأنشطة التجارية أو الأعمال التجارية بطبيعتها هذه الأعمال التجارية بطبيعتها نص عليها المشرع المغربي في المادتين السادسة والسابعة نص عليها المشرع المغربي في المادتين السادسة والسابعة ويمكن تصنيف هذه الأنشطة التجارية طبقاً للمادتين السادسة والسابعة إلى ثلاثة قطاعات القطاع الأول يتعلق بالتوزيع والقطاع الثاني يتعلق بالصناعة أما القطاع الثالث فيتعلق بالخدمات التجارية القطاع المرتبط بالتوزيع أو نسميه بالأنشطة التجارية المرتبطة بالتوزيع تتمثل هذه الأنشطة التجارية المرتبطة بالتوزيع في شراء المنقولات المادية بنية بيعها بذاتها أو بعد تهيئتها بهيئة أخرى أو بنية تأجيرها ثم استئجار المنقولات المدنية أو المعنوية من أجل إترائها من الباطن ثم شراء العقارات بنية بيعها على حالها أو بعد تغييرها وأيضاً التزويد بالمواد والخدمات ثم البيع بالمزاد العالمي هذه النقطة سنحاول شرحها بطريقة مبسطة أولاً شراء المنقولات بنية بيعها وتأجيرها فهذا العنصر أي الشراء من أجل البيع والتأجير يعتبر من بين أهم الأعمال التي تتعلق بالمضاربة أي التي تسعى إلى تحقيق الربح لأن المشتري عندما يقوم بهذه العملية أي عملية الشراء يكون هدفه هو الحصول على الربح إذن الأعمال الفلاحية وأعمال الأدبية وعمل المحامي وعمل الطبيب هل تعتبر تدخل في هذا الإطار يعني الشراء من أجل البيع أو التأجير تعمل الفلاح لا يدخل في إطار الشراء من أجل البيع لأن الفلاح لا يقوم بشراء منتجات ليقوم ببيعها والأديب أو المفكر لا يقوم بشراء أفطار وكتابتها لبيعها إذن هذه الأعمال لا تسبقها عمل الشراء وبالتالي لا تدخل في إطار الأعمال التجارية لكن إذا كان الفلاح يشتري بضائع ويقوم بخلطها مع منتجاته وبعد ذلك يقوم ببيعها هنا نكون أمام عملية تجارية لأن الفلاح قام بشراء مشبوعة من البضائع وقام بخلطها مع منتجاته وقام ببيعها إذن هنا الفلاح قام بعمل تجاري وعليه فإن شراء يكون هدفه تحقيق الربح والشراء يجب أن يلد على منقول والمنقول قد يكون منقول مادي مثل البضائع وقد يكون منقول معنوي مثل الأسهم المنقول المادي مثل البضائع مثلا تاجر يقوم بشراء بضائع ليقوم ببيعها المنقول المانوي مثلا شخص يتاجر في البورصة يقوم بشراء أسهم هذه الأسهم هي ما تسمى بالمنقول المعنوي وزيدة على شرط الشراء وشرط المنقول يجب أيضا أن يكون الهدف من هذه العملية أي عملية الشراء الذي يلد على منقول هو الحصول على ربح أي أن تكون هناك نية أو قصد تحقيق الأرباح أما إذا كنا أمام عملية ليس فيها قصد تحقيق الأرباح فإننا لا نكون أمام عمل تجاري مثلا جمعية الأعمال الاجتماعية هذه الجمعية تقوم بشراء بضائع وتقوم ببيعها إلى أعضائها في هذه الحالة الجمعية تقوم بشراء منقولات يعني مضائع لكن قصد تحقيق الربح غير موجود وبالتالي فإن عملها لا يعتبر عمل تجاري وخلاصة القول في هذه النقطة هي أن المشرع المغربي اشترط في هذه الحالة ضرورة توفر الشروط التالية هي شرط الشراء يعني أن يكون هناك شراء وأن يكون هناك منقول يعني الشراء وهذا الشراء يرد على منقول والمنقول قد يكون مادي ومعنوي وأيضا اشترط المشرع أن تكون هناك نية تحقيق الربح وبتوافر هذه الشروط نكون أمام عمل تجاري أو أمام نشاط من الأنشطة التجارية بعد أن تحدثنا عن شراء المنقولات بنية بيعها وتأشيرها الآن سنتطرق إلى استعجار المنقولات من أجل تأجيرها من الباطن الملاحظ أن المشرع المغربي اعتبر هذا العمل عملا تجاريا لكن شارطة الاعتياد والاحتراف وأن يكون الهدف من هذه العملية تحقيق الربح والملاحظ أيضا أن المشرع المغربي تحدث في هذا العنوان عن استعجار المنقولات والمنقولات ماذا نعني بها؟ نعني بها مثلا سيارة كأن يقوم مثلا صاحب مدرسة خصوصية باستعجار حافلة من شخص آخر ويقوم بتأجيرها إلى جمعية أولياء التلاميذ قصد تنظيم رحلة للتلاميذ هذا العمل يعتبر تبقى للمشرع المغربي يعتبر عملا تجاريا لماذا؟ لأنه تتوافر فيه الشروط التالية أولا وجود عملية كراء أو استعجار تانيا هذه العملية تمت على منقول تالتا أن المؤجر قام بتأجير المنقول لشخص آخر بهدف الحصول على الربح وعليه يجب أن تتوافر هذه الشروط ليصبح العمل تجاري زيادة على ممارسته هذا العمل على سبيل الاحتراف والاعتياد وأن يكون هذا العمل تتوافر فيه جميع مقومات العمل التجاري وخاصة المضاربة عنوان آخر شراء العقارات بنية بيعها على حالها أو بعد تهيئتها بهيئة أخرى اعتبره المشرع أيضا في مدورة التجارة من بين الأعمال التجارية مثلا نعطي مثال على هذا العنوان شخص يقوم بشراء شقة بقصد إعادة بيعها للحصول على ربح من عملية البيع هنا نكون أمام شراء العقار بنية بيعه على حاله أي أن المشتري لم يدخل على الشقة أي تغيير بل قام ببيئها على حالتها أما في حالة ما إذا قام شخص بشراء أرض وقام ببناء فيها مجموعة من الشقق وبعدها قام ببيئ هذا الشقق فهذا العمل يعتبر عملا تجاريا تبقى لمدولة التجارة لأن هذا الشخص اشترى هذا العقار بنية بيعه بعد أن قام بإدخال تغييرات عليه أي بعد تهيئته وبعد ذلك قام ببيئه لكن علينا أن نعلم أن الشرع المغربي قام بإضفاع الصفة التجارية على شراء العقارات بنية بيعها فقط عند صدور المدونة أي أن المشرع المغربي في السابق أي قبل صدور المدونة لم يكن يضفي الصفة التجارية على عملية شراء العقار بنية بيعه وعليه فإن الصفة التجارية على هذا العمل تكون شريطة أن يسبق عملية البيع شراء أما إذا لم يسبقها شراء فلا يعتبر عملاً تجارياً مثلاً أن ينث شخص عقار ويقوم ببيعه فلا يعتبر هذا العمل عمل تجاري وحتى يعتبر بيع العقار تجاري يجب أن يسبقه شراء وأن يكون الغرض من البيع هو الحصول على ربح عنوان آخر التزويد بالمواد والخدمات ماذا نقصد بهذا العنوان التزويد بالخدمات التزويد بالمواد مثلاً أن يلتزم شخص بتوريد كمية معينة من السلع بشكل دوري ومنتظم إلى شخص آخر أو جهة معينة كأن يقوم شخص بتوريد الورق إلى المطبعة نعطي مثل آخر صاحب مخبزة مثلاً يتعهد بأن يقوم بتوريد الحلويات إلى مقهى معين أي يقوم بتزويدها بالحلويات كل صباح هذا العمل يعتبر نشاطاً تجارياً لأن المورد يسعى من توريده الحصول على الربح أما الخدمات فهي أن يقوم شخص بتقديم خدمة معينة إلى شخص آخر مقابل مبلغ مالي مثلاً صاحب مدرسة خاصة لا يبيع سلع للتلاميذ بل يقوم بتقديم خدمة التعليم المتمثلة في تدريس التلاميذ مقابل مبلغ مادي أي مبلغ مالي طول شهر هذه تعتبر خدمة يقدمها صاحب المدرسة للتلميذ نعطي مثلاً آخر الحلاق يؤدي لتخدمة مقابل أجر عند انتهائه من العمل والمناحظ أن موضوع الحلاق كان فيه لقاش كبير في إطار القانون التجاري السابق هل يعتبر هذا الحلاق تاجير أم لا في السابق يعني سابق على المدونة التجارة يعني في القانون القديم اعتبر الحلاق في القانون السابق غير تاجر لأن القانون التجاري السابق لم يكن يشير إلى النشاط الحرفي لأن هذا الحلاق يعتمد على رأس ما البسيط ولا يشتغل في إطار مقاولة منظمة لأن المدونة الحالية جاءت لنا بمعيار النشاط الحرفي بنص القانون أي اعتبرت النشاط الحرفي عملا تجاريا إذ أصبح الحرفي تاجر وعليه كل الأعمال الخدماتية تعتبر تجاريا إلا ما نص القانون على خلافها والجهات التي تؤدي خدمات لجد هناك كثير من هذه الجهات مثلا المحامي يؤدي خدمة ولكنه لا يعتبر تاجر لأن قانون مهنة المحامات لا يعتبر هذا العمل تجاري والطبيب أيضا يؤدي خدمة لكن ويعتبر أيضا توزيع الماء والتهرباء من ضمن الخدمات وقد أضفى عليها المشرع الصفة التجارية لكن هذا الموضوع يعني توزيع الماء والتهرباء يطرح إشكال ألا وهو من يقوم بتوزيع الماء والتهرباء في بعض المدن تقوم بعمل توزيع الماء والتهرباء شريطات خاصة في هذه الحالة لا يوجد لدينا أي إشكال لماذا؟ لأن الشركات تبقى لنص القانون هي شركات تجارية لكن عندما تقوم الدولة بتفويض إلى وكالات خاصة بتوزيع الماء والتهرباء أي أن هذه الخدمة تمارس عن طريق التفويض وفي هذه الحالة تقوم هذه الوكالة بقطع الماء أو التهرباء على الزبون لعدم أدائه الفاتورة فهذا الشخص أين سيرفع الدعوة؟ أو بلغة أخرى نريد رفع دعوة أين سنرفعها؟ هل أمام المحكمة التجارية أم أمام المحكمة الإدارية؟ هنا نميز عندما نريد رفع دعوة بسبب ممارسة النشاط التجاري هنا يمكن رفع الدعوة أمام المحكمة التجارية لكن نفس الوكالة قامت بنزع ملكية أرض معينة في هذه الحالة نريد رفع الدعوة هنا الوكالة تصرفت كأنها دولة قامت بالاعتداء المادي باعتبارها دولة من أجل المصلحة العامة في هذه الحالة لا يمكن أن نرفع عليها الدعوة أمام المحكمة التجارية بل نرفع عليها الدعوة أمام المحكمة الإدارية عنوان آخر البيع بالمزاد العلني يعتبر البيع بالمزاد العلني من الأنشطة التجارية شريطة القيام بها أو أن يقوم بها شخصاً من الخواص بهدف تحقيق الربح مثلاً فنان قام برسم خمسين لوحة وقام بمعرضها في معرض لبيع الصور هنا يعتبر عمل هذا الفنان عملاً تجارياً لأنه يسعى من وراء عملية البيع تحقيق الأرباح أو بلغة أخرى معرض خاص باللوحات قام بعرض لوحة بالمزاد العلني أو قام بعرض مجموعة من اللوحات بالمزاد العلني فكل شخص يقدم ثمناً أكثر يمكنه أن يفوز باللوحة أي من يعطي ثمناً أكثر هو الذي يفوز باللوحة هذا العمل يعتبر عمل تجاري لكن السؤال الذي يطرح هل المزاد العلني الذي تقوم به المحكمة أي رتابة الضبط يعتبر عملاً تجارياً أم ماذا مثلاً شخص اسمه محمد مدين لشخص آخر اسمه سعيد بمبلغ 20 مليون ووقع نزاع بينهما في المحكمة وقامت المحكمة بحجز شقة محمد وقررت هذه المحكمة بيعها بالمزاد العلني هنا رئيس كتابة الضبط هو الذي يعلن عن المزاد العلني بعد أن يكون الخبير طبعاً قد حدد المبلغ الذي يبدأ به المزاد العلني وانطلاقاً من هنا يقوم الأشخاص بالمزايدة والشخص الذي يدفع أعلى ثمن هو الذي يرصى عليه المزاد العلني أي هو الذي يفوز بالبيع هنا هل تاتب الضبط يعتبر تاجير وهل هذه العملية تجارية لا إذن هناك حالات يكون فيها البيع بالمزاد العلني تجاري إذا مارسها الخواص وهناك حالات لا يعتبر فيها البيع بالمزاد العلني تجارياً كما هو الحال بالنسبة لتتابة الضبط اشتركوا في القناة